ناس كتير مش وغدة بلها الأم في شعور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها أم الحبيب المصطفى ماتت وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طفلا صغيرا لم يتجاوز السادسة من عمره وماتت في الظروف كانت في منتهى القسو على طفل صغير وطبعا هذه المواقف العظيمة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأاها ووجدها كانت عبارة عن تأهيل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علشان الرسالة وعلشان الدعوة لأن ربنا بيأهله على مستوى المشاعر وعلى مستوى الصفاء وعلى مستوى القلب وعلى مستوى التربية وعلى كل المستويات فالذي حدث إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذته أمه وكان تقريبا ست سنوات وذهبت به لزيارة أخواله في المدينة المنورة اللي هم بن النجار ومعلوم إن قبر والد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من المدينة فهي زارت أخواله وفي نفس الوقت زارت قبر أبيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته للمدينة المنورة كانت المدينة مطبوعة في زاكرة وفي تصوراته حتى لما هو بعد الهجرة كان يمشي كده في شارع ولا يمشي في حارة أو أزقة يقول هنا تعلمت السباحة وهنا كنت ألاعب أنيسة أنيسة دي طفلة صغيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير يفتكر إنه كان بيلعب مع الأولاد الصغيرين وفي طفلة صغيرة اسمها أنيسة كنت ألاعب أنيسة في هذا المكان فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زارت قبر أبيه وهم رجعين بمنطقة اسمها الأبواء هم رجعين اشتد المرض على أمه مين كان معهم بقى؟ كان معهم أم أيمن يعني القفلة هي الأم اللي بتموت وطفلة عنده ست سنوات وجارية اللي هي أم أيمن تخيالوا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو ست سنوات شوف والدته وأمه ويبتحتضر وبعدين هو اللي يحفر لها قبرها بإيده وهو اللي بيهيل عليها التراب وهي الأم هو طفل صغير في عنفوان الطفولة يفقد عنفوان الأمومة يا حبيب يا رسول الله موقف مؤثر وهذا الموقف شوف إحنا كلنا تأثرنا به إزاي؟ ما لسيدنا النبي كان إزاي؟ كان إيه شعوره ناحية هذا الموقف؟ فورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج فخرج الصحابة خلفه فوصل إلى قبر وجلس على هذا القبر وأخذ يبكي واشتد نحيبه من البكاء وبكى الصحابة لبكائه رضي الله عنهم وأرضاهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أزعجكم بكائي إن القبر الذي رأيتموني أبكي عنده هو قبر أمي إن القبر الذي رأيتموني أبكي عنده هو قبر أمي وإني استأزنت ربي في زيارتها فأذن لي أدي الأم في حياة سيد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا